تَعَافٍ وَلَوْ كَانَ طَفِيفًا أَيَادٍ خارجية على حد قول أنقرة التحسن الطفيف بسعر صرف الليرة التركية أمام العمولات الأجنبية لم يمنع احتمالية تأرجحها مرة أخرى بسبب بقاء السبب الرئيسي للأزمة المالية عالقاً بين أنقرة وواشنطن فما زال القص الأمريكي المعتقل لدى تركيا أندرو برونسون بوابة الخلاف بين أنقرة وواشنطن وإن كانت هذه البوابة تفضي إلى ميدان واسع من الخلافات السياسية كما أن شرارة الخلاف الأمريكي التركي أشعلت السوق العالمي بأسره فالريح المالية التي عصفت بتركيا تحولت إلى عاصفة جابت الأسواق الأوروبية ووصلت أمريكا نفسها الأمر الذي دع الأطراف الأوروبية إلى الدخول على خط التهدئة بين أكبر حليفين في الناتو إلا أن دعوات التهدئة لم تجدي وسط تزايد الخلافات بين أنقرة وواشنطن ووصولها إلى نقطة لا عودة بناء على ما تبديه الوقائع حيث هددت الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات اقتصادية مضاعفة على أنقرة في حال لم تطلق الأخيرة سراح القص برونسون ومقابل ذلك استمرت تركيا بفرض القيود على المنتجات الأمريكية المستوردة وبدأت تبحث في الفضاء العالمي المتأذي من سياسات ترامب عن حلفاء جدد يشاطرونها فكرة التحرر من قبضة الدولار الذي بات في العهد الأمريكي الجديد المصارع الرئيسي في حلبة الأوراق النقدية ترجمة نانسي قنقر